معلومات اليوم إذا كان وصله في معلومات كتعلق بنزع الملكية من أجل المصلحة أو المنفعة العامة دكتور أهلان أهلان وسهلان إذا معلومة جديدة اليوم دكتور بعدما تحدثنا إلى تحديد تمال وأيضا تحديد العقار ومجموعة هذه الشروط اللي كتعلق بنزع الملكية أيها فعلا إحنا تكلمنا على الإعلان تكلمنا على التعيين تكلمنا على تحديد القيمة تكلمنا على الأمر بتحويل بإعطاء الحيازة تكلمنا على الحكم بنقل الملكية وتكلمنا على المعايير اللي كتعتمدها دولة في تحديد قيمة العقار في إطار المنتزع أو المنزوع في إطار المنفعة العامة أو لأجل المنفعة العامة اليوم نتكلم على الفصل 21 و 22 من القانون 1807 اللي كيتكلم على بعض الأشخاص اللي كتكون عندهم حقوق على هذا العقار طبعا حقوق سواء حقوق عينية أو حقوق شخصية على هذا العقار المنتزع ما معنا حقوق شخصية مثلا شي واحد كاري هذا المحل لمدة طويلة هذا حق شخصي شي حق عيني أو شي واحد عنده حق الارتفاق هذا حق عيني أو حقوق من الأخرى حقوق الأخرى اللي هي عينية أو حقوق شخصية أنا كاري المحل أنا عندي في واحد شي حاجة بنيها ديالي عندي أصل تجاري عندي امتيازات عندي انا قد اطلاع لي أي الحق من الحقوق سواء شخصيه او العينيه فهذاك العقار المنتزع انا مني سأخد فلوسي هدك سيد مالك العقار سأخد فلوسه وأنا من طريقة الحقوق ديالي انو من طريقة الحقوق ديالي انو من طريقة الحقوق العينيه الي عندي دçons إذا كنت أنا متبت الحقوق العيني ديالي سواء العقالات المحفظة إذا نرى وارد في الرسم العقاري بإنني أنا صاحب حق عيني ثم العقالات الغير محفظة رأيك يكون داك تصريح لي تنتكلم عليه اللي هو الإعلان اللي كتديروا الدولة عندهما حتى شهرين باش الناس كي يجيوا يديروا تصريحات ديالهم اللي عنده شي حق يجي يصرح من اللي كيتم الإعلان على العقل المنتزع في إطار لأجل المنفعة العامة عنده أجل مواطنين باش يقول أنا عندي واحد الحق هنا أنا عندي واحد الشركة أنا عندي واحد الأصل التجاري عندي حق شخصي عندي حق عيني وهالواتائق اللي كتبت هالصريح دياله وتو كانعتمده والفلوس من اللي كي يتحطها دولة في الصندوق المحكامة ركت تحت الفلوس ديال كل شيء وديك ساعات اللي عنده الواتائق دياله اللي كتبت الحق دياله كي يجي المحكامة ويسحب الفلساس ديالو اللي كيكون كياخدها كتعويض اللي حددته الدولة إلا كان قابل هذا التعويض وإلا ما كانش قابل فتهو عنده الحقيقي در دعوة لتحديدي المبلغ مبلغ التعويض وفي الحالة هدي المحكامة كتعطيها المهمة لخبير من الخبراء اللي كتعينه من الحكامة ولي كده تقرير ديالو تيقول هاشو الدرار ثابت لهذا السيد هذا اللي تيخصنا نعوده عليه اللي قلت ليوم ما كيحمله بعد الحقوق العينية أو الحقوق الشخصية شكرا دكتور للمعلومات اليوم من الحقوق العينية أو شخصية للعقارات موضوع النزع الملكية وأيضا أجل التصريح